بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم جميعاً نواصل الحديث مع كتاب اكتشف متعدد التخصصات هذا دليل ولي الأمر وذلك للصف الأول الابتدائي الفصل دراسي الأول الصف الأول الابتدائي وما زلنا مع المحور الأول بعنوان من أكون والفصل الأول منه وهو بعنوان اعرفني تحدثنا في الفيديو السابق عن الأسرة وعن الأصدقاء والأسرة والعائلة كذلك يعني كل هذه الفروق والأهمية والأدوار لها دور هذه الأشياء في حياتنا نواصل الحديث هنا في هذا الفيديو عن السلوكيات مع الأصدقاء أرجو أن تعود إلى الفيديوات السابقة في فيال كثير من الفائدة ونبدأ مع هذا النشاط النشاط الرابع عشر ضمن السلوكيات نتحدث عن السلوكيات والممارسات مع الأصدقاء لون هذا الشكل طبعاً أسفل السلوكيات الصحيحة وهنا طبعاً الوجه المبتسم وهنا طبعاً الوجه وهو الحزين هذا أسفل السلوكيات غير الصحيحة إذن لدينا نتعلم أن هناك سلوكيات صحيحة وسلوكيات غير صحيحة نفعلها مع الأصدقاء يعني إذن في هذه مثلاً الصورة الصورة هنا طبعاً أول نشاط محلول فنتعلم أو هذا المثال يعني الأول هنا طبعاً يعني الجدال معاً أو السب أو الشتم وهكذا أو الصوت العالي إبا إذن هذا أو هنا طبعاً الحجارة طبعاً إذن هذا طبعاً سلوك غير صحيح هنا طبعاً مشاعر الحب كما نرى القلب هنا مشاعر الحب إبا إذن نلون هذا الوجه وهكذا هنا طبعا تعاون ميناء الأصدقاء يلعبون معا نلون هذا الوجه وهكذا طبعا سلوكيات هنا غير صحيحة طبعا نشرح للطفل كل هذه السلوكات الصحيحة وغير الصحيحة كذلك هنا يتعاونون في المذاكرة يتعاونون هنا في يلعبون معا أما هذا السلوك طبعا غير صحيح وهو طبعا يعني هذا الصديق يعني جعل هذا الصديق الآخر طبعا يعني يحزن ويبكي كما نرى فهذا يعني سلوك غير صحيح أيضا في هذا السلوك طبعا سلوكيات تحية هنا يعني فعلا جعله يقع على الأرض هكذا هنا طبعا تشارك صديقتها في تناول الفاكهة في تناول الفاكهة هنا التفايح تعطيها يبقى إذن كل هذه في سلوكيات صحيحة وسلوكيات غير صحيحة يجب أن يلاحظها وتعلمها الطفل وأحكم عليها بنفسه هنا أيضا يساعد نساعد عليه الأمر فناقش طفلك في كيفية تعامله مع أصدقائه كيف يتعامل مع الأصدقاء اطلب من طفلك أن ينظر إلى هذه الصور التي أمامه والتي تعبر عن بعض السلوكيات مع الأصدقاء أن يلون هذا الشكل طبعا وجه المبتسم إذا كان ذلك السلوك سلوكا جيدا سلوكا صحيحا وأن يلون هذا الوجه الحزين إذا كان ذلك السلوك غير صحيحا غير جيد كما هو بالمثال الأول وأن هذا السلوك طبعا غير الجيد كما نرى طيب بعد ذلك وضح يا طفلك أن ذم أصدقائه أو نبذهم أو وصفهم بصفات معينة مثلا يصف صديقه بأنه نحيف أو قصير أو سمين أو غبي كل هذه الصفات طبعا صفات طبعا الزميمة كل هذا يعرف بالتنمر يبقى بتنمر على صديق أنه يصف يعني بصفات زميمة صفات سيئة غير مقبولة وهي من السلوكيات المرفوضة سلوكات غير مقبولة أو غير صحيحة يجب أن يتعد عنه يعني لا يصف هذا الصديق بأنه كذا أو كذا بهذه الصفات طبعا الزميمة أو الصفات السيئة لا يصفهم لا يصف أحدهم بذلك لأنه لا يحب أن يصفوا أحد بهذه الصفات ما بتحبش أن مثلا حد يصفوا بهذه الصفات كذلك لا يصف الآخرين بهذه الصفات أيضا هنا أيضا بعض الأهداف لهذا النشاط فتعرف الطفل على السلوكيات أو الممارسات الصحيحة تجاه أصدقائه ويتعرف أيضا على سلوكات غير الصحيحة حتى يتجنبها وقد يلفت انتباهه بعض السلوكيات الصحيحة فبالتالي يفعلها ويطبقها ينفذها كذلك يكتسب الطفل مهارة تكوين صداقات إيه جديدة بيبحث على أنه مع أصدقاء أن يكون صداقات إيه جديدة كذلك المهارات الحياتية تعلم ملاحظة الاحترام احترام الرأي الآخر كذلك تعلم الرأي الاحترام الرأي الآخر وثقافة للاختلاف مع الآخرين كذلك التعبير عن الذات التواصل غير اللفظي وهنا في تكامل التخصصات طبعا مادة الدراسات الاجتماعية التعبير عن احترام الآخرين طالما أن هناك أي شيء خص المجتمع يخص الآخرين والتعامل معهم وكذلك التربية الفنية من خلال التلوين فهو يبدأ يلون هذا الوجه أو ذلك الوجه على حسب السلوك اللي هو صحيح أو غير صحيح يتعلم أيضا الاقتصاد والعلوم التطبيقية السعي لتكوين صداقات مع الآخرين واكتسب كما كنا صداقات جديدة كذلك هنا اللغة العربية من خلال التحدث ننتقل إلى موضوع آخر أو نشاط آخر بعنوان صديقي هو النشاط الخامس عشر كل شيء عن صديقي كل شيء عن صديق كما نرى في هذه الصور أو الخنات طبعا الفارغة هنا يكتب اسم صديقي اسم صديقي يكتبه هنا كذلك هنا في الوسط صورة صديقي ينادي صديقي بي بأن اسمه الحقيقي رسمي وهنا يناديه بماذا الاسم الذي يناديه بي طيب بعد ذلك عمره صديقي السم بتاعه وهنا اللون المفضل لصديقي هنا يتعرف على أصدقاء أحب صديقي لأنه ويكتب هنا الأسباب أو المميزات التي في صديقي ولذلك يحبه من أجله هنا يوم ميلاد صديقي طبعا هذه الأشياء المهمة يجب أن يعرفها عن صديقي لعبتنا المفضلة وجبتنا كذلك المفضلة ونشاطنا المفضل النشاط الذي نمارسه أفضل شيء عن صديقي هو كذا إذن يملأ كل هذه الفراغات بعد ذلك طبعا هنا كل شيء كما كنا عن صديقي إرشادات لولي الأمر هنا تحدث مع طفلك عن أصدقائه ثم اسأله عن أقرب الأصدقاء إليه من هو أقرب صديق لك وأفضل صديق يعني أكتر صديق بتحبه ما اسمه وما سنه وما اللون المفضل لديه وهكذا وبما تناديه لإسم المحبب لديه يعني أو اللقب المحبب له كذلك اطلب من طفلك أن ينظر للشكل الذي أمامه هناك ما كنا ويكون بتكملته عن صديقي وساعده إن تطلب لأمر لو الطفل احتاج لمساعدة ساعده في ملأة هذه الفراغات وهو في البداية بيتحدث إليه شفاهيا أو شفاويا هكذا ثم يطلب منه الكتابة بإذن يتعلم أيضا لغة العربية من حيث التحدث تعبير عن الزيت تعبير عن الآخرين وعلاقته بالآخرين ثم بعد ذلك من خلال الكتابة وضح لطفلك أن هذا النشاط يمكن أن يكرره على أكثر من صديق مقرب إليه يعني بنفس هذه الطريقة ممكن في يعني كراسة أخرى يمكن أن يكمل بنفس أو يرسم نفس هذه الأشكال ويكون بملئها عن صديق آخر بقد يكون لديه أكثر من صديق مفضل ذلك شجع طفلك أن يشارك هذا النشاط أصدقاء أو أصدقاء ويقرره لصديقه ويخلينه يشوفه ويرى هذا التقرير أو هذه الصفحة عن صديقي هذا الأهداف أكيد طبعا هذا الشيء سوف يصبح صديقه وتحديدا إذا كانت هذه الأشياء طبعا يعني صحيحة عن صديقه الأهداف يصف الطفل أصدقاءه المقربين كذلك من المهارات الحياتية التي يتعلمها الملاحظة يتعلم الملاحظة يتعلم جمع البيانات وتسجيلها تدوين البيانات كما سنتعلم في الرياضيات أيضا كذلك التعبير عن الذات التواصل اللفظي أيضا وهنا في تكامل التخصصات يتعلم اللغة العربية سواء قراءة أو كتابة أو تحدث التربية الفنية من خلال اللصق وكذلك التلوين فيمكن أن يلون أو يعني يقوم بلصق صورة صديقه وكذلك الرياضيات من خلال الأرقام هنا يكتب بعض الأرقام كما في هذا النشط فوني مثلا يوم الميلاد يكتب يوم كذا شهر كذا اليوم والشهر اليوم هنا والشهر وبعد ذلك السنة وهكذا فبيتعلم أيضا الرياضيات من خلال الأرقام تابع معي في الفيديو القادم سوف نقوم بالحديث عن الحواس نواصل ونعود مرة أخرى إلى الحديث عن الحواس الخمسة تحدثنا من قبل عن حيثة البصر حيثة السمع وكذلك حيثة لمس نقوم في الفيديو القادم بحيثتنا نتكلم عن حيثة الشم والعضو الخاص بها تابع معي هذه الفيديوهات المهمة من أجل تعليم الأطفال مع مادة التشف للصف الأول تابعونا وشكرا لكم في النهاية على حسن الاستماع أرجو أن تكونوا قد استفدتم منه لا تنسوا في النهاية الاشتراك في القناة وكذلك لا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو ولا تنسوا أيضا مشاركته مع الآخرين اكتبوا لنا في التعليقات إن كان لديكم أي رأي أو اقتراح أو استفسارات اكتبوها لنا ولا تترددوا شكرا لكم إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته